دار السعادة أو هكذا يعرف والذي يعد واحدا من أهم المعالم الأثرية في محافظة أبيان من بابه القديم تخرج هذه المسنة وبجوارها أحفادها المولودون جميعهم في هذا الدار هذا الحصن القديم في المنطقة هذا ويعتبر في المحافظة كلها وكان يحمي نحتمي من الغبائل في النزاعات في أي حاجة كان هذا يعتبر مجمع الإقداد بحسب روايات متعددة يعود تاريخ الدار إلى ما قبل أربعمائة سنة إذ لم يعد يحتفظ إلا بالقليل من معالمه الأولى الحصن من المعالم التاريخية في المحافظة القديمة وقد بني هذا الحصن من أجل احتماء القبير في الحجر المنصور ومن أجل اجتماعاتهم فيه ومن أجل مناسبات الترميمات الحديثة أحدثت الكثير من التغيير وبدلت الجماليات القديمة في هذا المعلم التاريخي البارز وعلى الرغم من كل ذلك ما يزال الماضي يعبق من كل زوايا المكان وحيث الممرات ما تزال تحتفظ بالكثير من معالمها وهندستها المعمارية في إشارة واضحة إلى تعاقب الأجيال عليها جيلا بعد آخر الدار الذي ما زال يسكنه الأبناء والأحفاد يبدو كغيره من المعالم الأثرية في المحافظة بحاجة سريعة إلى التفات الجهات المسؤولة لصيانته ومنع ما قد يطاله من عبث قبل فوات الأوان لطفي إبراهيم قناة بلغيس أبيان